وصلت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني شفط تجمعات مياه الأمطار ومباشرة البلاغات من السكان في مختلف محافظات المملكة وقد باشر فريق طوارئ الأمطار بالوزارة تنفيذ خطة عمله بإرسال الصهريج ومضخات شفط مياه الأمطار للمواقع التي تجمعت فيها مياه الأمطار في جميع المحافظات والتي بلغت ما يقارب 25 منطقة واستمر الفريق في معالجة المواقع الأخرى تباعا وذلك بالاستفادة من قاعدة البيانات والمعلومات المحدثة لدى الوزارة هذا واكدت الوزارة بأن جميع الطرق الحيوية بالبحرين سالكة وأن أنظمة تصريف مياه الأمطار تحت السيطرة وتعمل بالكفاءة المتوقعة ويعمل فريق الطوارئ على مدار الساعة على فتح الطرق وشوارع الرئيسية وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية